عندي ثلاث جداول مبيعات اليومية لثلاث محلات ستور 1، ستور 2 و ستور 3 أريد أن أجمع ثلاث جداول مع بعض جدول واحد باستخدام معادلات Dynamic Array وأعمل به Pivot Table أضع فيه المبيعات الأسبوعية للثلاث محلات مع بعض جدول محوري واحد مش كده وبس لما تجلنا بيانات الأسابيع الجديدة جدول الثلاث جداول بمجرد ما أعمل Refresh تحديث تلقائي السلام عليكم وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة معادلات Dynamic Array الفيديو رقم 14 اليوم سنتحدث عن V-Stack لكن سنرى V-Stack سنرى V-Stack نستخدمها جوه نفس المعادلة مرتين ونعمل بهم Array أو Dynamic Array واحدة معادلة منسادلة واحدة وكمان سنأخذ الأوتبوب نضعه في Pivot Table ولما نعمل تحديث البيانات في الجداول تتحدث معنا المعادلة المنسادلة وكمان يتحدث معنا Pivot Table لأننا سنرى طريقة نجد سورس البيانات اللي جاية Pivot Table تكون ديناميكية الشيط اللي قدامنا فيها الثلاث جداول مبيعات اسبوعين من يوم واحد اليوم 14 يناير لثلاثة ستور وطبعا متحول الى table واسمه ستور وان زي ما انت شايف وكذلك الحال بالنسبة للجداولين التانين وعندي كمان في كل ستور مبيعات اضافية لأسبوعين أو بات اضافية لأسبوعين تاليين لحالة 28 يناير وطبعا دول هنستخدمهم في نهاية الفيديو عشان نشوف لما هنزود المبيعات دي اعتاد جداول بتاعت اسبوعين التانين اعتاد جداول نشوف هل هيحصل تحديث تلقائي ولا لا الشيط التانية فاضية وحبدأ اعمل فيها تجميع لتالجداول مع بعض باستخدام دلة VSTAC طبعا دلة VSTAC موجودة بس في البيتا فرجن لما تكون مشترك في الوفيس انسايدر لو ما عندكش البيتا فمش هتكون شغالة معاك وده طبعا لغاية معا التسجيل الفيديو ده لكن بعد كده هتكون متاحة لجميع المشتركين في اوفيس 365 عشان اجمع تالجداول مع بعض هستخدم VSTAC هكتب equal وابدأ اكتب VS اول اختيار هو VSTAC هعمل tab واشوف عايزة مني ايه عايزة مني array array يعني ايه يعني ممكن تكون جدول ممكن array one array two array three يعني معنى كده مجرد محدي له بس عنوان الجداول بتاعتي هيبدأ يجمع هاني تحت بعض ممكن اكتب اسميه مع عطول هم متحولين لتابل سممكن اكتب اسمي الجداول مع عطول فممكن اكتب اسمي الجداول مع عطول فممكن اجرب مثلا كده اكتب store STO ادي اهو اول جدول store underscore one ده اسم الجدول لمسميه ممكن اختاره عطول من هنا بعد كده عايزة الجدول اللي بعده كما نفس الكلام ادي store two وبعدين كما ادي ST store ثلاثة مفيش مشكلة خالص واقفل الجدول وادوس enter ادي الثلاث جداول كلهم مع بعض طبعا دول اسبوعين في ثلاث محلات اربعتاشر في ثلاثة تعال كده نجرب نعد عقد السطور دول هاقف هنا اكتب browse عشان اعد عقد السطور وعشان اختار الفانكشن كلها هاختار الفانكشن اللي في top corner وحط بعديها هاش عشان اختار الجدول كله او الدالة المنسادلة لكلها وادوس انتر اداني فعلا 42 يبقى فعلا جاب لي كل السطور اللي موجودة وخلين نحط ده على الجنب هنا ونديله اسم ونسميه row count مثلا ده عدد السطور وتعالى طبعا ده تاريخ محتاجين نغير الفورمات بتاعه ونخليه تاريخ فممكن انزل حتى تحت شوية كمان عشان هنجيب بيتا جديدة وهروح على home وانا سمحت انا عايز ده يكون short date فكده بقى عندي فعلا short date مفيش مشكلة طيب دلوقتي زي ما انتشايف الجداول جاتلي من غير headers فاتصرف ازاي محتاج ازود headers على الجداول دي في كذا طريقة لكن انا اخترت منهم طريقة سهلة جدا طبعا احنا عارفين طالما دي درامك الري هتبقى المعادلة في السل اللي فوق خلص على الشمال يعني كل السلز الثانية المعادلة في السلو مبار مكتوبة ولكن دمد لو حاولت عملية مش حعرف لو حاولت تمسح مش حعرف يبقى لازم اروح المعادلة اللي فوق خالص على الشمال فهروح اعمل قدت المعادلة دي وحاقدت الفي ستاج دي نفسها وحاقي قبلها اضيف العنامين طب العنامين دي هاجيبها منين انا ممكن اكتبها بأدايا على طول طب اكتبهم ازاي ازاي ممكن اضيف عواميد بأدايا ممكن ادي له قري انا اللي اعملها بايدي وعشان ادي له قري انا اعملها بايدي هستخدم الكيرل البراكت فهفتح كيرل البراكت وابدأ اكتب العنوان الاول وليكن مثلا الديت فهحطها بتوين دابل كوتس لان دي طبعا تكست فهحطها جوه دابل كوتس وبعد كده قم القلم التاني ها بدأ اكتب امونت وبعد كده اقفر الدابل كوت كما العمود التالت وليكن مثلا ستور او ستور نيم خليها ستور عشان ما نكبرهاش قوي وبعد كده اقفل الاراي او اقفل كيرل براكت وبعد كده كما وادوس انتر هتلاقي عندك الرو كاونت بقى تلاتة واربعين سطر وحتلاقي بقى عندي فعلا في السطر الاولاني الهيدرز اللي انا عايزها طيب عشان الشكل ممكن اعمل كونديشنال فورماتينج سريع ازاي يعمل كده هاختار ديتها كلها وانزل تحتها تحت كمان شوية واختار كونديشنال فورماتينج واقوله نيو رول هاختار الاختيار التاني فورمات وهاختار من الدروب داون هنا هقول لو سمحت نو بلانكس وهاختار فورمات انا عايزك بس تعملي بوردر والبوردر دا هيكون الاوتلاين الاسود البسيط وادوس اوكي مرتين هتلاقي بقى عندك فعلا الجدول مسطر بشكل كويس قوي وممكن الرول اولاني اخليه بولد فكده بقى عندي الثلاث جداول موجودين مع بعض في الجدول واحد تعال بقى نشوف مع بعض ازاي ممكن اعمل ديناميك بيفو تيبل بيسد على ديناميك ديتا او ديناميك الري اللي موجودة قدامنا عشان اعمل البيوت تيبل من الديتا دي او من الجدول الجديد ده ممكن اروح على انسورت واختار البيوت تيبل او انا مختار اي سل جوه الجدول استخدم الشورتكات ALT NVT هيفتحي على طول الويندو بتاعت create pivot table from table orange هاقول له على طول existing work sheet وممكن اختار اي مكان ويكون مثلا column H واقول له اوكي هاعملي على طول البيوت تيبل او هاعملي المكان اللي هنعمل جواه البيوت تيبل تعال نديله اسم فوق على الشمال من pivot table analyze وتعالى مثلا نسميه report اي اسم بسيط واندوس انتر وبعد كده من البيوت تيبل هابدأ اعمل البيوت بتاعي هاحط الستورز في الكلوم وهاحط الامونتز في الـ وبعد كده احط الديت في الروز وتعالى نعمل جروبنج للديت ده هاختار الكلوم بتاع الديت ومن pivot table analyzer حيث لو سمحت اعمل لي group selection وعشان اعمل جروب بالاسبوع هاختار الاول days وهاختار سبع ايام في المكان بتاع number of days هكتب سبعة وادوس على اوكي وفعلا اسم لي الديتا زي ما حراك شايف الى اسبوعين من واحد واحد لسبعة واحد ومن تمانية واحد لغاية اربعتاشر واحد تعالى نغير شوية هروح الديزاين وهاختار شوية مختلف شوية انا هاختار اللايت الفاضي خالص ده وممكن اوسع شوية الاعمدة واعمل number format right click number format وهاختار number وحاوله لو سمحت انا عايز 7 separator و 0 decimal place وكده بقى عندي report كويس جدا ممكن عشان مشكلة ما غير حاجة يغير الكلوم ويت بتاعي ممكن اروح من pivot table analyze واختار options ومن options ممكن اعمل unchecked auto fit column width وادوس على اوكي واعتقد كده المشكلة الوحيدة هتواجهني دلوقتي انه لو حاولت ازود بيانات جديدة ولكن مثلا البيان بتاع store 3 اخر اسبوعين اللي هما او الاسبوعين التانيين اللي هما من 15 يناير لغاية 28 يناير هاخد بينهم copy و control v طبعا التابل هتمدد وديته هتزيد هنا مفيش مشكلة لو روحت ع ال report بص على row count زاد بقى 57 لو نزلت تحت هتلاقي فعلا حصل update هنا و store 3 بقى لغاية 28 يناير مفيش مشكلة تعال نجرب نعمل refresh مش هيحصل اي حاجة خالص وده ليه لان اتو روحت على PivotTable Analyze وحاولت تبص على source بتاع data من الحتة بتاع change data source دوس كده عليها هتلاقيه واصل لحد هتلاقيه واصل بس لحد line 46 وطبعا لانه زي ما انت شايف range المتاخد متاخد static ديناميك مش قادر يعرف بالزبط يوصل لحد فين كيف نحل المشكلة دي الموضوع بسيط خالص هحاول اعمل dynamic range عن طريق نستخدم names ادي اسم الديتا الموجودة هنا وعشان اعمل كده هروح على formula وهختار name manager نختار new ونقول والله عايز سمي اسم جديد وليكن الاسم الجديد ده مثلا pivot table source ونختار range اللي انا عايز اديله الاسم ده فهختار السهم ده وهروح هنا هاختار B4 وB4 ده ما هو الا بداية الدالة المنسادلة او dynamic array function اللي انا استخدمتها وعشان اقول له انا عايز ال dynamic array كلها او الدالة المنسادلة بالكامل هقول له لو سمحت انا عايز تحطري hash ال hash pound دي معناها ايه تاخد كل dynamic array او كل الدالة المنسادلة وهدوس هنا مرة كمان واقول له اوكي وهتلاقي اسم جديد عندك هو اسمه pt source وهتلاقي ادي العنوان بتاعه موجود قدامك وهقول له close هارجع تاني على pivot table اروح على pivot table analyze وهاختار تاني change data source والمرة دي عشان استدعي بها الاسم اللي انا سميته ده مفيش مشكلة حمسة اللي كان مكتوب قبل كده واختار F3 ادوس على key F3 وادي الاسم الوحيد اللي عندي pt source وقول له اوكي اوكي مرة كمان ادي عندك store 3 اهو زاد في الاسبوعين اللي زادوا اللي هم من اول 15 ل 21 و 22 ل 28 وطبعا لو زودت بقية ال data تعالى نجرب بسرعة ونرجع على pivot table right click ونقول له refresh هتلاقي ده بتاعتك موجودة بشكل هايل طب لو حوالت ازود حاجة اكتر من كده تعالى نرجع ونزود مثلا في store 1 اي حاجة مميزة وليكن مثلا يوم كمان تعالى نزود يوم كمان وليكن يوم 29 ادي اول يوم في الاسبوع الجديد وتعالى نزود مثلا رقم كبير وليكن مليون وده برضو في store 1 وتعالى نرجع على report right click و refresh هتلاقي عندك زاد الاسبوع الجديد وادي المليون جنيه موجودين في store 1 يبقى الدنيا ماشية بشكل ممتاز وقدرنا نحن نحول ال range او المدى اللي بيبص عليه ال pivot table الى dynamic range او مدى dynamic وده عن طريق ان احنا استخدمنا اسم والاسم ده قدرنا نديله العنوان اللي اخره ال hash pound اللي بتعرفني ان انا محتاج اخد الدالة المنسدلة بالكامل مهما حصل فيها تمدد بكده نكونوا وصلنا لهاية الفيديو شكرا جدا لوقتكو وقروا كونوا استفدتوا لو عجبك الفيديو لو سمحت اقامل لايك واسب لي تعليق واشترك في القناة وهتلاقينا لينكات لبعض الفيديوهات ممكن جدا تبص عليها وتاخد فكرة عن الموضوعات الاخرى شكرا جدا اشوفك الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته